السلام عليكم لقي المغربي مراد المرابط لعب كرة القدم سابقاً في فريق نادي فيتيس الهولندي مصرعه أمام أنظار عائلته حين كان يقضي رحلة استجمام في مدينة ملق الإسبانية وحاول مراد المرابط الذي اشتغل بعد اعتزاله كرة القدم كلاعب ومدرب للفنون القتالية الكيكبوكسنغ حاول تنفيذ قفزة نحو بحيرة من أعلى صخرة على مسافة ثلاثون متراً لكن سوء تقدير مسافة ابتعاده عن السخور جعلته يصطدم به ويلقى حتفه في الحين ووثقت زوجة اللاعب التي كانت حاضرة معه الحادث في شريط فيديو حيث صرخت بشدة عندما سمعت صوت افتطام زوجها بالسخور قبل سقوطه نحو الماء وكان المرابط قد بدأ مشواره الرياضي لاعباً لكرة القدم إذ احترف في نادي فيتيس الهولندي وتوجه معه بكأس هولندا تحت ثلاثاً وعشرون عاماً وابتعد مراد المرابط الذي كان يبلغ قيد حياته واحد وثلاثون عاماً عن كرة القدم واختار الفنون القتالية من خلال رياضة الكيكبوكسنغ حيث أصبح لاعباً ومدرباً معروفاً في هولندا وحسب الصحافة الهولندية فإن طلاب المرابط يذكرونه على أنه رياضي من الدرجة الأولى عاشق للرياضة التي يمارسها شكراً على المشاهدة ندوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر